إلى خبرنا الأخير إذ ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتدي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة وتوقع المركز في بيان الله أن تؤدي الرياح إلى ارتفاع الموج في العمق من ثلاثة إلى خمسة أقدام وقد تصل إلى ستة أقدام وذلك حتى الساعة الواحدة من صباح الغد هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ورطباً ليلاً مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح الغد وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً